السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنحل تمريرين ثالث التمريرين يقول write a program which asks the user to enter three numbers a, b, c and prints the result of the expression a multiplied by b plus c square يعني أن البرنامج سيطلب من المستخدم إدخال ثلاثة قيم a, b, c وسيطبع نتيجة هذه المعادلة لحل هذا التمرير سأقوم بتعريف ثلاثة متغيرات int a, b, c cout أطلب من المستخدم إدخال ثلاثة قيم enter three numbers c in a, b, c سأعرف متغير أخير result هذا حيكون يساوي a multiplied by b plus c multiplied by c c square يعني c ضرب c خزنت النتيجة في result ثم تبعت cout the result is يعني النتيجة هي result end of line build run إذن الكمبيوتر طلب إدخل ثلاثة قيم أدخل القيمة الأولى عشرة ضغط على enter القيمة الثانية عشرين والقيمة الثالثة ستكون 2 النتيجة هي 204 10 في العشرين 200 مع 2 في الاثنين 4 النتيجة الصحيحة 204